موسيقى عاصفة هائلة قيد الوقوع في المنطقة والعالم والعراق في عينها ثم تشتباك إرادات وصراع على مواقع النفوذ والطاقة وثمت منازلات محتملة بين الطغيان العالمي والإرادات الوطنية المستقلة والعراق في مركب قلق ببحر هائج النأي بالنفس الشعار الذي رفعته الحكومة العراقية هل ينأى بالعراق عن موقد النار؟ أم إنه سيلقيه في أتونها؟ هل السياسة الخارجية للعراق ثابتة أم متحولة؟ وهل تحددها الحكومات المتغيرة أم الوزير المتغير؟ أم إن تلك السياسة يجب أن تكون ثابتة من ثوابت الدول العراقية؟ وشتان ما بين الدولة والحكومة؟ مساكم الله بالخير وأهلا وسهلا بكم في إطلالة جديدة من الجهة الخامسة عن هذه الموضوعات وأخرى غيرها سيكون حوارنا ليلة مع الدكتور أحمد محجوب الناتق الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية أهلا وسهلا بكم مرحبا بكم أحيانكم الله دكتور أحمد برأيك ما هي العناصر الأساسية للسياسة الخارجية العراقية؟ أولا أهلا وسهلا بكم في وزارة الخارجية العراقية وسعداء بهذا اللقاء وزارة الخارجية العراقية مؤسسة تنفيذية جزء من الحكومة العراقية البرنامج الحكومي الذي صوت عليه مجلس النواب العراقي وتبنته الحكومة فيه جزء يتعلق بوزارة الخارجية العراقية السياسة الخارجية ترسمها الدولة وليست فقط الحكومة وإنما الدولة العراقية بكل مؤسساتها ابتداء من البرلمان ورورا بالمؤسسات الداعمة ومؤسسة الرئاسة ثم بعد ذلك الحكومة العراقية السياسة الخارجية وتحديدا في السنوات الأخيرة بدأت تنح منح مختلف التجاذبات بين الأطراف الدولية في المنطقة أخذت كثيرا من العراق خلال فترة مرحلة مواجهة الأرهاب العراق بدأ يتجه إلى فكرة القطب الثالث أو المنطقة والمساحة الدافئة بالعمل الدبلوماسي وعدم الانحياز إلى جهة أو قطب أو خندق دولي لأن ذلك يكلفنا الكثير ولذلك هذه السياسة نجحت نجاحا كبيرا في مرحلة مواجهة داعش العراق استطاع أن يحصل على الدعم الدولي من خلال التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية كما أنه استطاع أن يحصل على دعم كبير من التحالف الرباعي اللي هو روسيا والعراق وسوريا وإيران العراق بقي حليفا جيدا لواشنطن وحليفا جيدا كذلك لموسكو بقي على مسافة واحدة ما بين طهران والرياض يعني كل أطراف التضاد نعم هذا الموقع من الجغرافية السياسية منح العراق فرصة تميز في علاقاته مع الجميع والاستفادة من دعم الجميع ولذلك فالعراق يحاول أن يكون جسرا دبلوماسيا ليس فقط منطقة حياد في المنطقة وإنما أن يكون جسر عابر للتقريب بين وجهات نظر الجهات المتضادة في المنطقة طيب يعني في كل دولة دستورية ومؤسساتية تكون السياسة الخارجية ثابتة غير متحولة يعني بتغيير الحكومات هل يجري ذلك في العراق؟ يعني بالتأكيد هناك ملاحظات على السياسة الخارجية لا يوجد تغيير جذري السياسة الخارجية ملامحها وأساسياتها ثابتة وهي التي تستند إلى احترام السيادة المتبادل المعاملة بالمثل تعزيز العلاقات الاقتصادية تعزيز العلاقات الاقتصادية باعتبارها أداة من الأدوات ولكن بشكل عام سياسة الخارجية ثابتة تعتمد على تعزيز العلاقات بين البلدان واحترام السيادة المتبادل لكن هناك تطوير في الأدوات والآليات في التعامل مع البرنامج الحكومي المختلف بين حكومة وأخرى لكن بشكل عام نحن نستند إلى ثنائية احترام السيادة المتبادل وتحقيق المصالح المتبادلة طيب بس نحن شفنا بالخمسة عشر سنة المنصرمة شهدنا تحولات حادة في السياسة الخارجية يعني مرة بيكون انغلاق مرة بيكون انفتاح مرة بيكون عداء مرة بيكون مثلا حياد يعني كيف بتفسر هذا؟ العراق لم يغير سياسته تجاه الدول المنطقة كان العراق منذ اللحظة الأولى راغب في الانفتاح على المنطقة والعالم جميعا الآخرين هم الذين غيروا سياستهم يعني مثلا في بداية الأمر كان الدول العربية كانت متحذرة من الانفتاح على العراق ودعم العملية السياسية بمرور الوقت فهم أشقاء العراق من العرب أنه من الضروري جدا أن يكون لهم دور في العراق وأن يدعموا العملية السياسية في العراق فغيروا وجهة نظرهم نحن لم نغير وجهة نظرنا بقينا نمد أيدينا إلى الجميع ونقول أهلا وسهلا بكم في بغداد ولكن الآخرين بمرور الوقت غيروا قناعاتهم وفتحوا أبوابهم وللعلم طبعا لم يتم تغيير سياسة دولة بالضد من العراق من 2003 إلى الآن اللي صار أن هناك دول كانت منغلقة تجاه العراق وانفتحت وليس بالعكس يعني لم نخسر يعني هل كان العراق خارج حلقة الدول مثلا نقول قبل عام 2003 لا لا العراق كدولة لديها علاقات كدولة عراقية من عام 1921 منذ أن تأسست إلى الآن كدولة محترمة محترمة ولديها منذ أن كانت مملكة ثم صارت جمهورية دولة محترمة مع تحفظ على بعض مراحل الأنظمة الدكتاتورية التي حكمت العراق ولكن بقي اسم الدولة العراقية كدولة اسما محترما وله وزنه في المنطقة والعالم والعراق كان وما زال يحتفظ بعلاقات جيدة مع العالم لكن أقول عندما صار التحول عام 2003 وتغير شكل النظام السياسي في العراق بعض الدول وخصوصا منها العربية كانت متلك أو متحذرة مترددة من الانفتاح على العراق وغيرت توجهة نظرها بمرور الوقت إلى الانفتاح الإيجابي تجاه العراق طيب نأتي على مشكلة المياه هذه المشكلة حملت وزارة الموارد المائية ووزارة الخارجية بأنها مسؤولية عدم التوصل إلى اتفاقيات موثقة لدى الأمم المتحدة بشأن تقسيم المياه ما رأيك؟ ملف المياه تديره وزارة الموارد المائية ورئاسة لجنة التفاوض مع دول الجوار وتحديدا مع الجمهورية الإسلامية والجمهورية التركية وأيضا إلى حد ما مع الجمهورية العربية السورية هذا الملف برئاسة سيد وزير الموارد المائية وليس الخارجية وزارة الخارجية طالبت بإعادة هذا الملف إليها كملف سيادي للتفاوض نعم نحن نعتقد أن دول الجوار لديها سياسة مائية سيئة مع هذا طبعا الجمهورية العربية السورية ليست هناك إشكالات كبيرة معها ولكن بشكل عام السياسة المائية الإيرانية والسياسة المائية التركية سياسة سيئة اتجاه العراق وقد سجل ذلك في مرات عديدة من خلال التصريحات الرسمية للمسؤولين العراقيين وكذلك من خلال محاضر اجتماعات التفاوض مع الجهات في الجهات الرسمية ذات العلاقة في إيران وفي تركيا لكن بشكل عام نحن في وزارة الخارجية طالبنا عدة مرات بإعادة الملف إلى وزارة الخارجية لأنه ملف سيادي تفاوضي وهو من مهام وزارة الخارجية العراقية طيب يعني هناك تقارير إعلامية تتحدث وتقول أن تركيا تسعى يعني لجعل مياه دجلة والفراء كروات طبيعية تركية وليست مياها أقليمية ماذا تقول في ذلك؟ الأتراك يعتقدون أنه نهر دجلة هو نهر تركي عابر للحدود وهذا المصطلح في القوانين متعلقة بالأنهر والمياه في العالم يعني أنهم متفضلين على العراق بعبور المياه إلى العراق يعني فائض مياه ينزل وهنا أريد أن أسجل وأقول أنه ليست فقط تركيا تفعل ذلك إيران أيضا تفعل ذلك إيران قطعت عشرين نهر يصب في العراق غيرت مجرى كثير منها تغييرا جغرافيا وهذا خطأ كبير وفادح فالإساءات التركية لا تقل عنها الإساءات الإيرانية تجاه تفرف غريب يعني من إيران تغيير أنهر يعني عشرين نهر تقريبا عشرين نهر يعني طبيعيا طبيعيا طبعا الجانب الإيراني يعلل ذلك بأن المياه لا تصل إلى العراق أصلا وهذا أمر غير صحيح بالعراق لديه الأدلة على أن مياه هذه الأنهار تصل إلى العراق وهناك مياه يتم قطعها وتغيير مسارها نه لذلك نحن نعتقد نحن لسنا راضين إلى الآن لسنا راضين على سياسة المائية التركية والإيرانية نه طيب سنأتي على القوات التركية المتواجدة في بعشيقة لكن بعد الفاصل مشاهدينا فاصل ونعود إليكم ومرة أخرى مشاهدينا والناتق الرسمي باسم وزارة الخارجي العراقي الدكتور أحمد محجوب دكتور يعني مراقبون يقولون أن سياسة العراق أخفقت في إخراج القوات التركية من بعشيقة ماذا تقول في ذلك؟ لكن سنعود إليك بالإجابة بعد أن نشاهد هذا التقديم اشتركوا في القناة وبالتحديد في جبال بعشيقة بحرية تامة بحجة القضاء على الجماعات المسلحة غصة تأكدات من قبل الحكومة العراقية على عدم وجود أي اتفاق مع تركيا بشأن تواجد قواتها داخل الأراضي العراقية الأمر الذي سيؤدي إلى توتر العلاقات بين حكومة بغداد وأنقرة تأثير العلاقات وكذلك ربما الاقتصادي مؤثرا على تواجد هذه القوات داخل الأراضي العراقية عليه يجب على الحكومة الحالية وكذلك البرلمان الحالي خصوصا أنه لهما توجه بإخراج القوات الأجنبية من الأراضي العراقية أن يتعاملوا بصورة جدية أكثر وأن يكون هناك احترام لسيادة العراق والعلاقات ما بين العراق وتركيا تكون مبنية على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل وإخراج هذه القوات من الأراضي لأنها تعتبر قوات محتلة لأراضي عراقية بصفة غير شرعية مراقبون للشأن السياسي أكدوا أن إجراءات الحكومة العراقية اتجاه التواغر التركي في الأراضي العراقية لم تكن بحجم هذا الانتهاك على سيادة البلاد مكتفية فقط بالتصريحات الأعلامية والله الموقف الحكومة العراقية هزيل جدا لأنه موقع أي صوت دول أخرى يمكن صوتها أعلى في المطالبة من سحب القوات التركية من صوت الدولة العراقية هي صاحبة الشأن وهذا يعني غياب الموقف العراقي الواضح يشجع كثير من الدول على التواغل في الأراضي العراقية وأطماع كل الدول موجودة لهم أطماع داخل العراق بما في ذلك الدول الصغيرة والكبيرة ويذكر أن القوات التركية دخلت إلى معسكر بعشيقة منذ عام 2015 بإعداد تقدر 2000 جندي بناء على طلب رئيس إقليم كردستان العراق أنذاك مسعود برزاني لتدريب القوات المحلية في الإقليم مراقبون أكدوا أن التواغل التركي داخل أراضي شمال العراق يشكل خطرا على أمن البلاد بالإضافة إلى توتر العلاقات بين حكومة بغداد وأنقرة ولا سيما إن الأولى تصرح على إن إرسال القوات التركية لم تتم بموافقة عراقية إلا إن الأخيرة تصرح حكس ذلك نعم دكتور يعني ماذا تقول في تواجد هذه القوات في منطقة بعشيقة بالذات؟ القوات التركية المتواجدة في بعشيقة تواجدها مخالف للقوانين الدولية ومخالف للعراف الدبلوماسية التي تحكم العلاقات بين البلدان ويعتبر تجاوز لمفهوم السيادة العراق سجل هذا التجاوز وطالب القوات التركية بمغادرة الأراضي العراقية وإحنا خلال الدورات الوزارية في مجلس الجامعة العربية 147، 148، 149، 150 سجلنا اعتراضنا وقد حصلنا على إجماع عربي رافض لوجود القوات التركية في شمال العراق في بعشيقة وحتى الخروقات التي تحصل بين الحين والآخر من قبل الأتراك نسجل هذه الخروقات وبدأنا نوثقها لدى الأمم المتحدة الجانب التركي لم يستجب للأسف الشديد لهذه المطالبات المتكررة من قبل الحكومة العراقية ماذا يعلي الوجود؟ هو يعلي الوجوده بأن التواجد التركي داخل الأراضي العراقية من أجل العمل على محاربة الجماعات الأرهابية وبعض الأحزاب المعارضة المسلحة مثل البككة وغيرها طبعا هذا التبرير غير مقبول والعراق يكرر دائما رفضه للتواجد لكن قد تسألين وتقولين لماذا لا يتحرك العراق على إخراج القوات الأمين القوات التركية من شمال العراق هو قادر طبعا عليها أكيد هذا الأمر يقدره القائد العام للقوات المسلحة يعني فيما يتعلق بنا كوزارة خارجية نحن مطالبين بتسجيل هذه الخروقات سياسيا سياسيا ودبلوماسيا ورفضها أيضا وتحشيد وتعبئة الرأي العام الدولي ضدها من ناحية السياسية والدبلوماسية الناحية الإجرائية هذه متعلقة بالسيد القائد العام للقوات المسلح رئيس مجلس الوزراء هو الذي يقرر طريقة وصيغة مدافعة وجود هذه القوات طيب في السياسة الخارجية تعتمد الدول الناجحة على الصدقية والاستقلالية وعدم الانحياز لطرف دون طرف آخر في المشكلات الدولية هل تعتقد أن العراق كان من المصاف الأول وأن وزارة الخارجية وفقت في هذا؟ نحن في الفترة السابقة واجهنا ظرف صعب نعم يعني يمكن نحن ما قدرنا كثيرا قبل سنوات أن نتحرك لأن نكون عنصر فاعل في حسم الخلافات الدولية بسبب أننا كنا متعرضين إلى ظرف صعب واحتلال تنظيم داعش الإرهابي لأكثر من ثلث أراضي العراق لكن بحكم علاقاتنا المتميزة والمتوازنة في ذات الوقت مع دول العالم استطعنا أن نحصل على الدعم لمواجهة هذه الجماعات الإرهابية والتخلص منها والحمد لله في الأولى الأخيرة لكن مؤخرا وأتحدث عن السنتين الأخيرتين العراق بدأ ينشط ليكون جسرا دبلوماسيا ويعني لا أكتمكم سرا أن العراق قد تحرك خلال هذه الفترة لأن يكون وسيطا لحل وحسم بعض الخلافات آخر هذه الزيارات كانت زيارة سيد وزير الخارجية إلى دمشق وكانت هناك رسائل حملها العراق إلى السوريين نعم وهكذا وصفها المراقبون وأيضا حملنا رسائل من السوريين إلى بعض الجهات الأقليمية هناك بعض الوساطات التي يقوم بها العراق والعراق مؤهل ما أن يتعافى خلال المرحلة القادمة خصوصا من آثار الحرب ضد الإرهاب وإعمار المدن نحن نتوقع إن شاء الله خلال الفترة القليلة القادمة أن يلعب العراق دورا فاعلا في المنطقة كأخ كبير وكمساح دافئة وكجسر دبلوماسي وكطرف لا أقول محايد وإنما كطرف مقبول من جميع الأطراف لكن البعض يقول أن العراق كان موقف من العقوبات الأمريكية على إيران تقريبا مشابه ومنسجم معها يعني هذا إجراء تعسفي؟ فيما يتعلق بالموقف من العقوبات الأمريكية أو حادية الجانب على الجمهورية الإسلامية خصوصا هي دولة مستقلة تعتبر الجمهورية الإسلامية؟ نعم الموقف تقرره الحكومة العراقية لم يتم التصريح بهذا الموقف إلى الآن ونحن ننتظر موقف الحكومة العراقية الجديدة وفي حال صدور هذا الموقف من الحكومة ستتبنى وزارة الخارجية العراقية طيب كيف تفسر طلب العراق من واشنطن أعفاء يعني أعفاءه من تنفيذ بعض العقوبات هل استحالت أمريكا إلى حاكمة العالم؟ لا هو الولايات المتحدة الأمريكية لديها قوة اقتصادية كبيرة وهذه القوة الاقتصادية هناك مصالح تتعلق بالعراق مصالح كثيرة من ضمنها حركة العملة الصعبة وما شابه ذلك وسيطرت الولايات المتحدة الأمريكية بشكل واقعي على حركة العملة في العالم وعلى كثير من مفاصل الطاقة والاقتصاد العراق أيضا ينطلق من مصلحته الوطنية وأيضا نحن همين نريد أن نغادر خليني أستعير هذه الجملة نغادر يعني السياسة القديمة مع الاهتزاز الشوارب ووصلة القاع والمشاكل يعني أن ندس أنوفنا في مشاكل الآخرين من أجل أن نحصل على المجد التاريخي العراق اليوم ينظر إلى مصلحته الوطنية ويريد أن يعني يحقق هذه المصلحة بكل السبل والوسائل المشروعة على أن لا يكون ذلك طبعا على حساب أيضا علاقاته ومواقفه المبدئية والتاريخية وهنا يعني ينطلق سؤال مهم جدا هل نحن هل سياستنا هي أو دبلوماسيتنا هي دبلوماسية مصالح ومواقف نعم والصحيح أننا ننتهج في هذه المرحلة دبلوماسية المواقف التي تجلب المصالح نعم ولذلك نحن مطالبين بمراعاة مصالح الشعب العراقي وإذا استطعنا أن نعين أصدقانا وأشقانا فبالتأكيد سوف لن نتربت في ذلك طيب يعني أنه مجرد لجوء العراق لمناقشة أمريكا بشأن العقوبات هو إخلال طبعا بسيادتها أم أن سيادة العراق تعني ضاعة أمريكا؟ لا لا نحن نناقش الأمريكان في القضايا المتعلقة بنا وعلى فكرة حتى تعرفين ويعرف المشاهد الكريم ترى إحنا لن نناقش الأمريكان على موضوع طلب الاستثناء لن نناقشهم على قضايا التعلق بنا ليس بالإيرانيين يعني إحنا الآن نستور الطاقة من الإيرانيين ثلثة الكهرباء العراقية من إيران هناك عقود مهمة جداً مع الجمهورية الإسلامية أبرمت إحنا نناقشها من جانب المصلحة العراقية يعني نعم نتمنى للشعب الإيراني والجمهور الإسلامية الخير ولكن طلبنا الاستثناء من أجل أنه لا إحنا نتضرر ليس لأن الإيرانيين نتضرر مع أكرر مع أننا نتمنى أن لا يتضرر الإيرانيون ولكن نحن ننطلق من وجهة نظر أنه أكو قضايا تعلق بين مصالحنا الداخلية الوطنية نناقش هوية الأمريكان حتى لا نتضرر إحنا ليس لنتفاوض بالنيابة عن الإيرانيين هذه هي الصورة الواضح لا يعني إحنا ما بدنا نكبر نقول أن أمريكا يجب أن كل المسارات تتجه إلها مثلا هذا المقصود يعني كدولة سيادية العراق يعني لا شاء اللي أحد التدخل فيها العراق بلد مهم في المنطقة والقيادة العراقية ممثلة بالرئاسات والمؤسسات السيادية يتعامل بواقعية يعني لا نتعامل بأحلامنا وأماننا ولكن نتعامل بالواقع أنا كعراقي وفق إلى أي مدى من قراري السياسي سيتأثر السوق المواطن الصبح يروح يجيب مخضر مثلا شقد راح يتأثر المواطن الذي يريد أن يأكل خبزا من قرار السياسي أنا يهمني أن أتخذ قرار ما يأثر على المواطن الذي يخرج صباحا من أجل أن يجلب لقمة العيش أنا مطلوب من عندي أن أعيش دول العراقيين أن أحافظ على معيشتهم وكرامتهم وأن أحافظ على اقتصاد البلد أنا غير مطلوب من عندي أن أحافظ على اقتصاد الدول الأخرى إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية أو إيران أو السعودية أو أي بلد آخر أنا يعنيني وطني أنا يعنيني أن أحافظ على اقتصاد العراق وأن أحافظ على سيادة العرب وأن أحافظ على خبز العراقيين هل نجحت وزارة الخارجية بالمحافظة على الاقتصاد العراقي؟ أنا أعتقد أن وزارة الخارجية نجحت في فتح الأبواب الدبلوماسية للمؤسسات الاقتصادية العراقية من أجل استثمارها طبعا هناك مراقبون يقولون أن بفترة سيد الجعفري كانت الفترة الذهبية لوزارة الخارجية بالانفتاح على الدول يعني الزيارات، المؤتمرات، الاستضافات، الدعوات كيف تعلق على ذلك؟ الوزارة الخارجية من عام 2003 هي في خط تصاعدي تصاعدي يعني استلم السيد الوزير الأسبق السيد وشار سيباري ونجح نجاح موفق واستطاع أن ينقل وزارة الخارجية العراقية بعد أن كانت الوزارة التي توها قد حصلت تغيير في العراق نعم، حقيقة نقلها نقل نوعية السيد وشار سيباري عبر الدورتين جاء السيد الجعفري وتماشيا مع المرحلة التي تزامنت وهي مرحلة مواجهة داعش وحقق نتائج عظيمة السيد الجعفري نحن أيضا متفائلين يعني الحمد لله وزارة الخارجية لم تتراجع خطوة واحدة كانت في تقدم من 2003 إلى الآن كل وزير يأتي يصعدها ستيب ونحن الآن أيضا إن شاء الله متفائلين أننا معا للسيد الوزير محمد علي الحكيم وهو دبلوماسي مهم وشخصية دولية مهمة تسنمت، هو كان وزير أسبق ثم بعد ذلك سفيرا ومندوبا دائما للعراق في المتحدة يعني السلسلة الدبلوماسية من أول السلسلة بضبط نائبا للأمين العام الأمم المتحدة رئيس الأسكوا أنا أعتقد أن السيد محمد علي الحكيم أيضا راح يستطيع أن ينتقل بوزارة الخارجية العراقية إلى باية جديدة إلى مرحلة جديدة وكبيرة أيضا بإذن الله إن شاء الله طبعا واحدة من أهم قواعد الدبلوماسية في العالم هي تفادي الجسور المحرقة هل مرت الدبلوماسية العراقية بمثل هذه الجسور وكيف تفادتها؟ إحنا ما فتنا على جسور محرقة إحنا في كل المراحل التي سبقت من عام 2003 إلى الآن كنا محط اهتمام العالم العالم كان هو الذي يعبر إلينا نعم الحمد لله إحنا الآن عدنا 157 بعثة في بغداد وعدنا سفارات في كثير من دول العالم في أكثر من 80 دولة في العالم والأبوابنا تطرق يوميا اليوم وإحنا دعنا نتحدث ده يعني وصل وزير الخارجية القطري نعم هي زيارة الأولى للعالم؟ نعم نعم وهي زيارة دعم حجم الاتصالات والدعم اللي حصلت علي القيادات العراقية خلال الحكومة الجديدة سيد رئيس الجمهورية سيد رئيس البرلماء سيد رئيس الوزراء مجلس الوزراء السيد وزير الخارجي حجم الاتصالات والدعم اللي حصل كبير جدا في هذه المرحلة ولذلك إحنا تحاشى العراق أن يمر عبر الجسور المحرقة ولم يكن يحتاج إلى جسور لأن الآخرين هم الذين كانوا يمدون الجسور ليأتوا إليه نعم طيب بعض المشتغلين في الحقل السياسي يعني يرون أن العراق انتقل من العام 2003 من رد الفعل إلى سياسة الفعل هل حدث ذلك بالضبط؟ نعم بالتأكيد لكن إحنا فيما يتعلق برد الفعل فقط في ملف مواجهة الإرهاب إحنا كنا نتعامل في صيغة ردة الفعل لأنه للأسف الشديد منف الإرهاب يعني أوغل في جرح العراق نعم وللأسف الشديد دفعنا ثمن كبير بمئات الآلاف من أبنائنا الشهداء والمواطنين الذين كانوا يهاجمون في المدن من قبل الإرهابيين خسرنا أهم المدن العراق من أهم المدن العراقية خسرناها كمدن عظيمة خسرنا مدينة الموصل كمدين عظيمة تهدمت تقريبا بالكامل بسبب الحرب مع الإرهاب إضافة إلى محافظة صلاح الدين ومحافظة الأنبار تأخرت النحضة والتنمية في محافظة جنوب العراق بسبب أن الموازنة العراقية كانت 80% منها أو 70% ما أدري بالضبط يروح إلى مواجهة للتسليح والحرب ضد الإرهاب تأخرنا لكن بحمد الله إحنا كنا فاعلين خلال الفترة الماضية والعراق يتعافى يوما بعد آخر ووضع العراق يتحسن في المجتمع الدولي وحتى مستوى المعيشي للمواطن حتى الوضع الأمني والحمد لله بدأ يتحسن نعم نحن نطمح إلى أكثر من ذلك ولكن بفضل الله العراق هو اليوم أفضل من الأمس وسيكون في الغد أفضل من اليوم طبعا المرحلة العاصمة التي مر فيها العراق بمواجهة داعش والإرهاب كيف وجهت وزارة الخارجية دول العالم لإقناعها أن العراق لازم نعتبر العراق قاتل نيابة عن العالم فكيف أقنع العراق العالم وهي الرسالة التي وصلها العراق للعالم أن هذه العصابات الإرهابية جاءت بفكر تدميري إرهابي هو حتى لا نصور الأمور بغير صورها لم نكن بحاجة إلى إقناع العالم بأن داعش خطر لأن داعش كانت تستهدف بس كانت دول مقتنعة وكانت تمول وكانت تجهز وتجند نعم جايش بالكلام في البداية لم نكن بحاجة إلى إقناع العالم بأن داعش خطر داعش كانت تستهدف العواصم العالم ووصل أذاها إلى باريس وإلى واشنطن يعني بدءا من أصغر مدينة وحتى كبير المدن وحتى الشقاءنا العرب يعني تعرضوا لذلك نعم اللي قدرنا نقنع بالعالم هو أنه أن نقول للعالم إن لم تقفوا معنا فسوف تصلكم داعش نعم وهذا ما الحمد لله اقتنع به أشقاءنا الذين كانوا يعتقدون أنهم يعني أنهم في منعى عن أذى داعش لكن بحمد لله استطعنا الحصول على دعم هذه الدول دول العالم نعم من خلال الدبلوماسية ولذلك أنا باعتقادي مثلا عندما أسس الحشد الشعبي مثلا كان هناك حشد دبلوماسية أيضا عندما هبأ أبناء العراق يقاتلون نيابة عن العالم في بغداد نعم كان هناك من يقاتل أو يحشد دعم في الخارج وهم أبناء الدبلوماسية العراقية والحمد لله حصلنا على دعم كبير إذا كان من خلال كما قلت لك سابقا من خلال التحالف الدولي أو من خلال التحالفات الأخرى الأحلاف الأخرى المتعلقة الإقليمية الحمد لله حصلنا على دعم جيد ووقف معنا العالم والعراق يشعر بالامتنان نحن لا نمن على غيرنا بأننا قاتلنا ضدهم يعني بالنيابة عنهم ولكن أيضا نحن نشعر بالامتنان لمن وقف معنا وساندنا بصدق وإخلاص ولذلك يعني من الغريب مثلا أن يشعر العراق بالامتنان إلى الجمهوري الإسلامي وإلى الولايات المتحدة في آن واحد نعم طبعا يعني المتنافرين بنفس الوقت نعم ولو يعتبر العراق يعني والجمهورية الإسلامية ساحة واحدة للقتال يعني بحكم الجارة والحدود لا أقصد ساحة واحدة مساحة جغرافيا يعني ولا أقصد يعني الجمهورية الإسلامية بلد شأنه شأن كل الدول المجاورة للعراق أكيد أكيد بس قصدت أن طول الحدود بين العراق بضلبط يعني حالحال سوريا وأيضا نحن عدنا حدود طويلة أيضا مع السعودية ومع سوريا كنا نقاتل لوحدنا في العراق لم يقاتل أي أجنبي لا الأمريكان ولا الإيرانيين قاتلوا معنا قتالا لكن دعمونا نعم نعم الولايات المتحدة الأمريكية دعمتنا والجمهورية الإسلامية دعمتنا نعم حصلنا على دعم لكن لم يقاتل جندي واحد غير عراقي داخل العراق نعم من دفع الدماء هم أبناء العراق ولذلك أرفض أي إشارة إلى الحديث على أننا نقاتل نحن والإيرانيون في ساحة واحدة نعم نحن نحصل على دعم أصدقائنا الإيرانيين وجيراننا ونحصل على دعم أصدقائنا الأمريكان ولكن نحن نقاتل لوحدنا في العراق طبعا تحية لدماء الشهداء التي أريقت على أرض العراق طبعا راح نأتي إلى دور الخليج وقلب العراق المفتوح لهم لكن بعد الفاصل مشاهدين فاصل ونعود إليك وعدنا مرة أخرى والدكتور أحمد محجوب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية دكتور يعني العراق توجه نحو دور الخليج بقلب مفتوح ولكن لم يجد قلبا مفتوحا حقا لماذا هذه المفارقة برأيك؟ لا حصلنا على قلب مفتوح لكن متأخر قليلا متأخر؟ قليلا يعني نقول أن تصل متأخرا أفضل أن لا تصل أولا؟ الأشقاء العرب كانوا يتوقعون أن النظام السياسي الجديد ربما لن يكون قادر على المضي إلى الأمان لكن بمرور الوقت ثبت لهم بأن العراقيين قادرين على التعافي ولذلك انتبهوا وعززوا العلاقات الدول العربية الحمد لله الخليجية جميعها نمتلك علاقات جيدة معها طبعا من الدول التي بكرت في العلاقات مع العراق هي دولة الكويت الشقيقة نعم بعد ذلك أغلب دول الخليج لديها الآن السفراء في بغداد المملكة العربية السعودية لديها سفير في بغداد وهو شخص محترم ومهم ومؤثر المملكة البحرين كذلك عمان ستفتتح سفارتها قريبا نعم الإمارات العربية المتحدة لديها سفير وشخصية مهمة ومؤثرة أيضا يعني كل دول الخليج لدينا علاقات جيدة معهم ونحن بدولة قطر كما تعلمين أنه الآن عندهم سفير في بغداد نعم وهذه العلاقات تتعزز يوما بعد آخر وإحنا علاقاتنا جيدة مثلا عندما أتحدث عن البعد العرب الآخر المملكة الأوردينية هاشمية لم تنقطع العلاقات لهم نعم ولم ينخفض التمثيل الدبلوماسي للجمهورية العربية السورية كذلك لدينا سفير في جمهورية العربية السورية ولديهم سفير في بغداد يعني علاقاتنا مع العمق العربي أصبحت على أفضل ما تكون مرورا بدول جميع دول آسيا العربية ودول أفريقيا العربية لدينا علاقات جيدة معهم بعض دول ليس لديها دبلوماسي واسع كبير ليس لأجل أن لديها موقف ولكن يمكن لأسباب لوجستية مثلا لكن بحمد الله بدأنا نتحرك وبدأهم يتحركون تونس لديها سفير في بغداد وموريد آلية لديها سفير في بغداد وكثير من الدول الأفريقية العربية لديها سفير في بغداد طيب يقال أن الدبلوماسية هي فن إحكام التوازن بين الحوافز وبين المخاطر ما رأيكم؟ هل انتهج العراق هذه الدبلوماسية في علاقة مع دول العالم؟ العراق انتهج دبلوماسية هادئة وكان العراق وما زال سيبقى حكيما في تعامله مع الآخرين بحكم المرحلة يعني العراق يتعامل بدبلوماسية واقعية وينفتح على الجميع ولم يكن في يوم من العيام العراق جزءا من قطبة لم يكن جزءا من قطبة حتى في جميع مراحلية حتى في مراحل الدكتاتورية العراق لم يكن جزءا من قطبة لاحظي اقرأي السياسة العراقية كان هو المحور؟ العراق محور العراق رأس لا يمكن أن يكون جزءا من محور العراق رأس ولذلك قدر العراق أن يبقى رأسا ونحن نتوقع أن نكون إن شاء الله خلال الفترة القادمة بوضع أفضل وأن يعود العراق إلى منصة القيادة وإلى سدة القيادة الدولية في المنطقة ويعود مؤثرا دوليا مهما وأقليميا وفاعلا وأخا كبيرا للعرب يعني برأيك أنه بهذه المرحلة راح تفك العزلة عن العراق ويعود يتوقع الصداق تقريبا شبه عزلة لمعنى العزلة يمكن بعد 2003 كنا في عزلة ولكن لا بعد الأمور صار انفتاح نحن الآن في مرحلة الطموح لتحقيق انتشار واسع ونحن لا نتحدث عن فك العزلة وضعنا الآن ممتاز لكن نطمح إلى انتشار أوسع طيب برأيك العراق الآن منتج للسياسة الخارجية أم مستهلك لها؟ والله متفاعل معها يعني لم تعد هناك دولة منتجة للسياسة حتى الولايات المتحدة الأمريكية الناس تتفاعل مع السياسة الدول المستهلكة للسياسة موجودة بعض الدول لا نريد أن نشير إلى بعض هذه الدول ولكن العراق ليس من هذا النوع العراق دولة متفاعلة مع السياسة طيب يعني العالم يواجه الآن تحدي هيمنة الشركات عابرة القارات على السياسة والاقتصاد والحروب والاتصالات هل نحن على وشك أن يقادل عالم من قبل هذه الشركات؟ شركات العالمية الاقتصاد العالمي يقود العالم الآن والعراق يتعامل بواقعية مع هذا الأمر نعم وليس من مصلحتنا أن نواجه هذه الحيتان الكبيرة نحن نتعاطى معها لنستفيد ولنحقق مصالحنا والشركات العالمية لديها مصالح ولدينا مصالح نعم ونستطيع أن نتفاعل معها وفقا لمصالحنا نعم طيب هناك مقولة نصها السياسة الخارجية هي العكاس للسياسة الداخلية هل تظن أن سياستنا هكذا؟ نعم موسيحنا أي دولة بالعالم لا توجد سياسة خارجية فاعلة ما لم تكن سياسة داخلية واعية نعم وأيضا متفاعلة مع المواطن عندما يكون تكون الدولة والحكومة عندما تكون الحكومة عفوا متفاعلة ومنسجمة مع الشعب تكون سياسة خارجية قوية نعم لكن عندما تكون القواعد مهزوزة من الداخل سوف لن تستطيع الدولة الانفتاح على دول العالم لأنه من الداخل هي مهزوزة الحمد لله إحنا في العراق قلت لك بعد بدأنا نتعافى نعم ونقف على أقدامنا والحمد لله السياسة الداخلية رغم وجود مناكفات سياسية واختلافات لكن باعتقاد يمرر الوقت إحنا بدأ الفاعل السياسي يؤمن بالأساسيات يعني بدأ كل عراقي من زاخو إلى الفاو وكل الأحزاب العراقية تؤمن بأنه لابد من وجود سيادة عراقية رفض التدخل الخارجي يعني المبادئ العامة في السياسة الخارجية العراقيين أصبحوا يؤمنون بها وأصبح حتى تشكل هوية سياسية للسياسة الخارجية يؤمن بها العراقيون ويدعمها البرلمان والمؤسسات الفاعلة في الدولة طيب يعني هل نجح سفراء العراق في بيان الوجه الأبيض والأمثل للعراق في دول العالم؟ الحمد لله أن نخبة نخبة السفراء التي مثلت العراق خلال فترة الماضية نخبة مهمة جدا استطاعت أن تقدم هذا النجاح والدليل ما وصل إليه العراق من انفتحها للعالم والآن أكو ترشيحات جديدة من الشباب والشابات المتميزين داخل وزارة الخارجية العراقية من الدرجات العليا الآن مرشحين أتمنى أن يكون وقد وصل العدد إلى ما يقرب من خمسين مرشح سفير من المستشارين ووزارة المفوضين نتمنى أن يأتي جيل جديد من السفراء أيضا يعزز ويحمل راية ما بدأ به السفراء المخضرمون أو السفراء المؤسسون للمرحلة الجديدة وأن يستلموا راية الشباب وأن يكملوا هذه المهمة والحمد لله لدينا طاقات دبلوماسية مهمة في وزارة الخارجية العراقية هل هناك تواصل بين سفاراتنا في الخارج والسفارات الأخرى الموجودة؟ أبصد على مثلا من حيث يعني كعراقيين الجالية العراقية يعني كتواصل حلقة وصل طبعا إحنا كل سفارة لديها معرفة كاملة بالجالية بجالية ذلك البلد وهناك تواصل على المستوى القنصلي يعني المواطنين الذين يرغبون بالخدمات القنصلية قضايا الأحوال المدنية المعاملات التجارية قضايا الجوازات حتى الاحتياجات الإنسانية الوزارة لديها كل بعثة لديها موقع الإلكتروني وفيه اتصال رقم هاتف ذلك البلد ولديها تواصل مع الجالية ولديها معرفة حقيقة وحتى بالآمن الأخيرة صار الرئيس البعثة والسفارة يعني يتواصلون مع القضايا الإنسانية يعني حتى على مستوى العزاءات والأمراء المرضى وتواصل معهم اجتماعيا اجتماعيا يمكن بعض البلدان اللي بها عدات كبيرة يمكن ما تقدر السفارة أنه تتواصل مع الجميع ولكن هناك تواصل جيد بين البعثة وبين الجالية العراقية طيب هل هناك يعني مثلا في بعض الدول بيكون سفارتنا يعني مثلا مركز اهتمام باقي السفارات الأخرى يعني مثلا في دولة معينة يعني احنا عدنا يمكن عدة سفراء هم عمداء السلك الدبلوماسي في ذلك البلد باعتبارهم الأقدم الأقدم بين السفراء ولكن الحمد لله يعني هو العراقي يعني مسافره وشايفه جنابت يعني العراق أينما يذهب متميز فكيف إذا كان يمثل الدولة العراقية يعني العراقي هيبة وهذه الهيبة يعني أهم أطاء من الله سبحانه وتعالى والحمد لله بعثاتنا محترمة سفراءنا على يعني لديهم احترام خاص من قبل دول التي تستضيفهم ومن قبل البعثات الدبلوماسية والتميز الذي يقدمه العراق ليس فقط على صعيد النصر الذي حققه وإنما على صعيد الثقافي والإنساني والطبي والاجتماعي والفني وعلى كل الأسعادة طيب يعني متى نجد خطاب سياسي خارجي عراقي موحد بدل خطابات يعني متنابزة ومتضادة والله بدينا بدينا نحاول أن نوحد الخطاب على الأقل في القضايا العامة لكن التنافس السياسي يعني ما زال يعني يهيمن إلى حد ما على الخطاب خطاب السياسي تجاه السياسة الخارجية خطاب الأحزاب السياسية تجاه السياسة الخارجية فنجد مثلا نصر حدث معين واحدة من الكتل السياسية تستنكر أو ترفض الأخرى ترحب تؤيد أو تعيد وهذا موجود حقيقة في كل دول العالم هل هي حالة صحية؟ إلى حد ما نعم حالة صحية إلا إذا تعلق الأمر بسيادة البلد طبعا أكيد سيادة البلد لجب أن تمسل يعني إلا إذا تعلق الأمر بسيادة البلد فهي حالة غير صحية أما التنوع فهو جيد طيب برأيك أنه راح نسمع بيوم خطاب عراقي موحد من جميع القدر إن شاء الله قريبا أنا واثق وعندي ثقة لأنه العراق يبدأ يتعافى من كل جوانبه طيب الآن سياسة وزارة الخارجية الجديدة مع الوزير الجديد متوافقة مع السياسة الوزير السابق أنت ذكرت بأحد المحاور قلتي أنه السياسة الخارجية ثابتة تمام في عمومياتها ثابتة لمعروس يعني طبعا عموما أي نعم السيد الوزير الجديد السيد محمد أل الحكيم سيكمل المهمة التي بدأها سلفو الدكتور الجعفري نعم كما بدأ الدكتور الجعفري في اليوم الأول السيد هوشيار زيباري لإتمام مهمة التي أنجزها السيد هوشيار زيباري سادة الوزراء على درجة عالي من المسؤولية ويكملون مهام بعضهم ونحن نبني يعني نبني على ما أنجزه أنجزته المرحلة السابقة حتى الدكتور عبد العبد المهدي سيكمل مهمة الدكتور العبادي وسيبني عليها مبدأ كلما دخلت أمة اللعنت أختها إن شاء الله ما يغير يكون إن شاء الله ولا إلى غير رجع العراقيون يكملون بناء بعضهم طيب هناك أشخاص يتساءلون أنه وزارة الخارجية تفعل الأنتربول خصوصا أنه هناك جراءة دولية أو أموال هربت وأموال سرقت يعني الأنتربول منظمة دولية مؤسسة دولية يعني ما يسعى العراق إلى هناك جهات عراقية أمنية التي تتعامل مع هذه المؤسسة الدولية إحنا بأتبار خارجية إحنا مطرف إحنا نافذة للوصول يعني لتسهيل ما بين الجهاز لأن كثير من العراقيين يعني ما بيعرف أنه شو دور مثلا دور خارجية نعم إحنا ما عدنا دور فني بالموضوع إحنا دورنا تنسيقي إحنا ننسق ما بين الجهات الأمنية العراقية ونسهل الوصول الجهات الأمنية العراقية إلى المؤسسات الأمنية الدولية في الختامة نشكر الدكتور أحمد مهجوب الناتق الرسي واسم وزارة الخارجية العراقية شكرا سيدنادي الله يحفظك بارك الله فيك ونشكركم على حسن المتابعة وحتى نلتقي ثانية في أمان الله وحفظك اشتركوا في القناة